نحن قوة نووية ولن الحق وقائيا في الضرب نوويا وعلى نحو تلقائي فورا ردع جديد يأتي من كوريا الشمالية يرسم خطا لا عودة عن السلاح النووي ويعيد ترتيب أوراق العالم المباثرة في ظل أزماته المتفاقمة وصراعاته المتأججة بين كبريات الدول وبترسيمها الرد النووي على أي تهديد يتربس بنظام القيادة والسيطرة لقواتها النووية ويعرضه لهجوم قوات معادية تقرر بيونج يونج قرارا استراتيجيا يتجاوز كوريا الشمالية بأبعاده وسياقاته الدولية هو قرار يدخل المنطقة مرحلة جديدة سواء كان للصين يد في ذلك أو لم يكن باعتبارها الراعية الدولية والأمنية والاستراتيجي للشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية وبالنظر إلى تطورات بحر الصين وتايوان قد يكون من ضمن الردود الصينية بعد أن شعرت بالإهانة بكين في جزيرة تايوان عندما أشعلت بيلوس المنطقة وغادرتها مبتهجة كأن لا شيء قد جرى وكأن الصين لا ثقل لها سياسيا حتى في شأن تعده داخليا ولكن بغض النظر عن موقع الصين من القرار هو أنه يوسع دائرة الاشتباك العالمي المحتمل من بعد المواجهة الروسية الأطلسية وما أعقبها من تأجج الخلاف بين الصين والولايات المتحدة وتصاعد حدته يحدث هذا بالتزامن مع تغير في شكل التحالفات والتكتلات فللشرق تكتلاته الناشئة المستقطبة للدول الراغبة في الانضمام كمنظمة شانجهاي وتكتل بريكس بعد أن استأثر الغرب وحلفائه بمجموعة السبع وما يزيد من تنافر الغرب والشرق هو محاولة الولايات المتحدة التفرد بصناعة القرار الدولي غير آبهة بالتحولات العالمية الكبرى ولذلك لا تزال من النووي الإيراني في عنة شديد يبعدها عن التوصل إلى اتفاق وليس ذاك ما يؤثر في إيران فثقل العالم قد يتجه شرقا حيث للصين وروسيا وزن في العلاقات الدولية بالإنتاج والطاقة والتسلح مع نزعة واضحة للتخلص نهائيا من الهيمنة الأمريكية الغربية